بسم الله الرحمن الرحيم السادة مشاهدي قناة الـ HBC والسادة متابعي حلقات صحة حواء أهلاً وسهلاً بكم في حلقة من حلقات صحة حواء حلقات صحة حواء مقدمة من أستاذ الدكتور أيمن حمودة أستاذ أمراض النساء والتوليد دكتور الطب ونائب رئيس جمعية جراحي المناظر المصري أهلاً وسهلاً بكم كالمعتاد إحنا قبل ما نبدأ الموضوع بتاعنا النهاردة بعرض بعض المواضيع المواضيع اللي بدأت تظهر في الدول العربية والآن برضو بدأت تبقى موجودة بوضوح في مصر بالكامل والمرضى بيسألوا عنها يعني لازم برضو من حقهم نعرف إيه الحقيقة فيها ده اللي نبقى بها موضوع النهاردة لكن موضوعنا الأساسي إن شاء الرحمن هو يعني في حالات تأخر الحمل التفاضل وإن اختيار الزوجين بالقرار الجراحي بالجراحة المناظر ولا الحق المجهاري وهو ده الموضوع الشاغل ما بين الحالات أو الشاغل ما بين السيدات اللي تعاني من تأخر الحمل أول حاجة هنبدأ نتكلم عن هايفو أو بعض استخدام للموجات الفوق الصوتية والتأثيرات الاستغلال الطاقة الحرارية بخارج نطاق البطن إنها تقدر تتوغل جوة البطن تحت إشراف الموجات الصوتية السلسية الأبعاد وتدمير بعض الأورام تدمير بعض الخلايا يعني هو هنا استغلال الطاقة الحرارية إن تنفذ من جدار البطن وبالتالي يستطيع إن يكسفها على ورم معين أو يطلع الورم ده سرطاني أو ورم حميدي زي الورم الليفي أو هجرة بطانة الرحم الفكرة طبعا هي بقالها مدة كبيرة جدا العالم بيحاول يقلل التداخل الجراحي للمرضى بيحاول يساعد المرضى اللي عندهم بعض الحالات اللي زي الأورام السرطانية اللي بتعاني من الألام إنه يقلل من حدة الألام ويقلل من حدة تضخم الأورام الليفي الأورام السرطانية اللي بيستخدم الكلام ده هو دكتور أشعة اسمها الأشعة التداخلية طبعا أنا يعني القصة أنا سمعت فيها كتير وبدأت نتناقش مع زملائي من أساتسة موجات فوق الصوتية وأساتسة من الأشعة وبدأت إن أنا أتواصل مع بعض زملائي خارج مصر وشفت الفترة اللي فاتت دي كلها الأبحاث العلمية اللي كانت بتتكلم عن المدى الطويل لاستخدام هذه الموجات الفوق الصوتية أو الموجات الحرارية اللي بيستخدمها كطاقة عالية جدا لتدمير بالنسبة لنا إحنا الأورام اللي فيها أو هجرة بطانة الرحمن لقينا إن يعني مش كل حاجة لها المميزات الكتيرة جدا وإنها تقدر تتعمم على كل سيدة يعني بمعنى أصح هي القصة بدأت إزاي أصلاً يعني لازم البعض الأطباء بياخدوا الآخر لكن لازم يفهم التسلسل بتاع القصة الطبية جات إزاي التسلسل بدأ بإن إحنا بنعمل نوع من أنواع التدمير الموضعي للورام اللي فيه هذا التدمير الموضعي إما عن طريق وقف أو إيقاف الدم المتضاء اللي بيذهب إلى هذا الورام اللي فيه عن طريق غلق الشريان الأساسي اللي بيوصل لهذا الورام اللي فيه إما هذا الغلق يتم جراحياً أو يتم عن طريق استخدام الأشعة تحت الاسكرين يستطيع أنه هو يصل إلى هذا الشريان ويدخ مادة معينة تقفل هذا الشريان العالم بدأ يقارن ما بين أني أنا هذا الورام اللي فيه ما الفرق ما بين أني أنا أقفل الغذاء اللي رايحه عن طريق استخدام الأشعة كل ده الفكر واحد وهو تقليل التدخل الجراح يعني المنظر هو نوع من التقليل يعني المنظر البطن هو نوع من أنواع الميس المينمال انفيزيف سيرجوري أو تدخل الجراحي اللي هو بنقول عليه قليل المساحة في التدخل وقلنا عليه المرة الفاتت كجراحة المناظير بنسميها إحنا كجراحين مناظير الكي هول سيرجوري ليه فتحة الباب بتاع الشقة ليه كان زمان مفتاح فتحة كده أقدر أبص منها زي الأفلام بتاعت زمان الفتحة دي هي هي المكان اللي قادر أدخل بيه البطن واستطيع أعمل كل أنواع الجراحات اللي أنا كنت بعملها عن طريق الاستكشاف أو فتح البطن ما ينفعش أقول إن كل إن أي حاجة تطلع إن هي أحسن حاجة ما ينفعش لأن هنا في مقارنات وقتية وعلى مدى الطويل بعد كده المقارنات كانت ما بين استخدام استكشاف البطن والمنظار بدأنا مقارنات ما بين المنظار واستخدام الأشعة الداخلية بالحقن وغلق الأوعية بدأنا نشوف أنواع التدمير الموضعي ليه الورم اللي فيه إزاي بالطاقة الحرية بالطاقة الموجات الفوق الصوتية بالبعض الأنواع زي قلنا الهرمونيك اسكلب برضو بعض أنواع الطاقة اللي هي بنستخدم فيها الحرارة تبقى قليلة جداً هنا بدأنا نقارن ما بين أني أنا أدمر الورم اللي فيه بسقوب حرارية أو سقوب باستخدام طاقات مختلفة أي طاقة بلاستخدمها في التدمير للمعرفة للناس كلها أي طاقة يعني أي طاقة الطاقة دي ممكن تكون استخدام شيء آخر يديني طاقة يعني تكون قاتلة للخلايا إما طاقة حرارية وهنا الحرارة العالية بيبقى أنواعها المختلفة اللي عندنا بنستخدمها في أجراحة المنظر أو أجراحات البطن اللي هي أحادية أو السنائية أو أني أنا أستخدم طاقة الموجات الفوق الصوتية وبدأوا يستخدموها بطريقة حلوة جداً جداً أني تجيب نتائج رائعة في الجراحات اللي هي الجراحات المنظير أكتر حاجة كان بدأوها ثم بعد كده كملوها عن طريق اللي يستخدمها أستاذ الأشعة هل تعلموا أني فيه برضو أبحاث أخرى بدأت أنها يعني تستخدم طاقات أخرى باستخدام المادة اللي بتعمل تدمير الخلايا عن طريق أنها بتنزل درجات الحرارة جداً جداً لأقل حاجة باستخدام غاز معين ينضخ جوه بروب وأقدر أستخدمه أن درجة التدليج تكون قاتلة للخلايا أستطيع التعامل وده كان زمان بيستخدموه في تدمير البروستاطا كان زمان بيستخدموا هذا الجهاز في تدمير خلايا البروستاطا عن طريق المنظر اللي هي استخدام طاقة المش الحرارية بقى طاقة التدليج وبالتالي أي اختلاف في درجة الحرارة عالية جداً أو وطية جداً لها سمة أنها تدمر خلايا اللي موجودة هنا بدأوا برضو يجربوها ويستغلوها على تدمير الخلايا الأورام اللي فيها وتدمير الخلايا اللي هي زي هجرة بطانة الرحم في الرحم أو تدمير بطانة الرحم عن طريق المنظر الرحم ده ظهر موجة جديدة تانية وده من ضمن الأبحاث اللي عملناها من حيول 15 سنة لكن لسه ما دخلتش الحيس التنفيذ لأنها الجهاز يعني expensive جداً غالي جداً جداً والشركة المنتجة منعت بيعه لكن تؤجره لأماكن أمراكز العلمية اللي هو استخدام المايكرو ويف ده معلومة غاليبة جداً حتى للأطباء يعني هي للأطباء برضو ما يعرفوهاش لأنها ده جديدة لسه وما تمش تقنينها واستخدامها بطريقة مفيدة وهو استخدام المايكرو ويف في آلة معينة تعمل نفس حرارة المايكرو ويف وأنها تقدر ندمر بها خلاية بطانة الرحم في بعض السيدات فوق الأربعين سنة أو ندمر بها الأورام اللي فيها إذن الفكر كله أني أنا ما جيش واحدة تقولي أنا عايزة أعمل الجهاز اللي بيدمر الأورام اللي فيها بالموجات الفوق الصوتية كل حاجة لازم تقنن في حدودها عشان نستفيد أكتر استفادة وأنه نبقى عندنا أقل ضرر للحالة هو ده البرنامج العالمي عشان كده ما يقدروش يقننوا أي طريقة معينة يمكن استخدامها إلا ما تستخدم في عدد كبير من الحالات في أماكن مختلفة من العالم ثم يتابعوها في الوقت اللي بعد العملية ووقت فترة كبيرة جدا بعد العملية عشان يشوفوا مدى الاستفادة يعني مدى الاستفادة من هذا البرنامج الحراري الموجات الفوق الصوتية المايكروويف التسليج يعني بالتسليج المادة تتبقى حرارة واطية جدا المقارنات بدي هي ده العالم كله بيتعامل بيها وبالتالي لازمنا احنا في جدال علمي ودائما الجدال العلمي بيصل إلى الأفضل إلى المريض يعني لاني لو تحاجأ ظهرت مرة واحدة حلوة ما فيش حد هيبحث وراها تاني لكن ما يكون حاجة ظهرت وليها مميزات لكن ليها عيوب هنا البحث على بديل هو الحل الوحيد في وسطينة كعلماء بندور على أفيد استخدام للمريض وأقل الأضرار ودايما بقول لو ظهر شيء بتاع كل حاجة بيعمل كل حاجة عمر ما العلم هيتقدم ولا يبقى في بحث علمي آخر لان دائما احنا بنطرك البحث العلمي لما نكون تظهر بعض الأضرار أو بعض المشاكل على المدى الطويل للحالات عشان كده بنقول برضو تاني ان ما نقدرش نعمم ان استخدام الموجات الصوتية اللي هايفو ديت على كل الحالات انها مفيدة ليجب إحسان الاختيار اختيار المقاس والعدد والمكان للورم اللي فيه القصة مش لأقول ان هو النهاردة عندي جهاز هقدر عمل بيه كل حاجة لا طبعا لان انا لسه قاري يعني دخلنا في مراجع كتير كنت في مناقشات كتير مع سادسة زملائنا وفتحنا بعض الابحاث العلمية لقينا ان القصة هي بتعمل في الآخر ايه تدمير موضعي لبعض المكونات لهذا الورم يظل الورم زي ما هو حجما لكن مشكلته انه من جواه بيبقى فيه نوع من انواع التدمير طب فرقتي عندي ما القصة هي هي انه هو موجود بس فيه تدمير داخلي وبالتالي بالعكس ده ليه لها ابحاث بتقول انه لما يظهر التدمير الداخلي جواه وهو حجمه هو هو يزداد الآلام الآلام الموضوعية بيسموها ببعض الاحيان زبحة ورمية يعني الورم محتاج دم فيجي له نوع من انواع اللي تدامني رايحاله يشتكي بيه انه يظهر منه النوع من قلنا الزبحة الورمية اللي هي بتحصل في بعض الاحيان اسناء الحمل ليه الورم اللي فيه هنا بدأ يقارنوا ان السيدات اللي تستخدموا معاهم الطريقة دي اللي هي تدمير موضعي للأورام عن طريق استخدام طرق مختلفة اما خارجية بدون تدخل الجراحي عن طريق استخدام الاشعة او ان تدخل البسيط الجراحي عن طريق المنظار او التدخل الجراحي عن طريق الاستكشاف لقوا في الاخر ان استقصال الورم هو ممرة واحد وهو الافيض مية في المية لكن نقول بقى ان هذه الطرق المختلفة يمكن استخدامها في السيدات اللي لا يمكن اجراء جراحها لها يعني غير مقبول ان نتعامل معها جراحيا كتخديره في العمليات او الحالة الصحية لا تسمح بالتدخل الجراحي هنا بنأمل في ان انا استخدم طرق اخرى اللي هي بديلت لتدخل الجراحي لكن لها امان عالي على صحة المريضة لكن تأثيرها على مدى طويل مش مرضي للمريضة ومش غير مرضي للطبي انا حبيت اوضح الصورة لان انا احد الاطباء كتب اكلمه لقيته يعني عنده فكرة وردية زيادة عن اللزوم لانه عرف النهاية معرفش البداية الخطوات انتاج او التفكير في استخدام الطرق المختلفة في درجات الحرارة واستخدام طرق مختلفة في الموجات الصوتية وطرق اخرى فيها في تدمير بعض الخلايا من هجر بطانط الرحم داخل الرحم او الاورام اللي فيه يعني برضو برجع اقول تاني اذا كان اي طرق معينة في العمليات او في جراحات او في استخدام الاشعة او استخدام اي طرق اخرى جابت النتيجة 100% طب ليه هنعمل بحث اخر ايه اللي خليني انا ابحث عن شيء اسكندا جايب لي النتيجة كويسة ومرضية 100% ده انا كده اديت فكرة كاملة لانه كان احد السيدات تعاني من ورم لي فيه متعدد وكانت مقتنعة تماما بالطريقة دي ومقتنعة تماما عن طريق النت وعن طريق نشافة افلام علمية طبعا يعني مش بالطريقة دي هو دايما بيعرضوا الصورة الوردية جدا جدا لكن حقيقة احنا كاطباء واسادسة عايشين في هذا الموضوع فبنشوف النتائج ايه اللي في الاخر وما هو افضل شيء للمريضة لكن احسان اختيار هذه البرامج للمرضى هو افضل شيء وليست ان انا اعممه على كل المرضى كده انا يعني اول حالة احنا نتكلم عليها وهو اساءة اختيار برامج معينة في العلاج او في الجراحات او او وعم نتعممها على المرضى لكن ليجب احسان اختيارها وبنقول بنفصل العلاج للمريضة اللي يناسبها ويجيب نتائج حقيقية في الوضع الحالي ونتائج مبشرة بالخير في المستقبل نرجع بقى تاني نقول تاني يعني معلش انا برجع دايما لجراحات المناظير والقصة دي لان اللي انا عايز اوصله للا احنا يجب ان احنا نحدد موقفنا يعني ايه نحدد موقفنا احنا شعب هل احنا شعب يعني نسبة الدخل عالي جدا كده ان انا اي زوجين تأخروا من حمل يلا خش برامج الحقم المجهري هنا من يعني الكلمة اللي اتقلت لنا واحنا كنا في فرنسا ان فرنسا استاذ نفسه بيقول بيقول ان احنا بلد فقير على فرنسا يعني فرنسا كان بيتناقش مع وفد امريكي فكان بيتكلم بيقول ان احنا كفرنسا بلد فقير فيجب علينا احسان اختيار البرامج اللي تناسب شعبنا ما ينفعش وبالتالي يعني لما هو يقول هذا كلام هناك ما ينفعش انا جا اقول اني انا النهاردة اي زوجين في يوم تأخر حمل يلا ادخلوا حقم المجهري هو ده قصة تانية سيدة من السيدات جات لي بعد محاولات اطفال انابيب وفشلت تلات مرات وبدأنا نرجع من تاني من الاول يا ستي طب انت عملت منزار لا ما عملتش حق منزار قبل ما يعمل الحقم المجهري لا بلاش اول واحد فشل طب تاني واحد ما عملتش منزار لا طب تاني واحد لما فشل وبدأ يعملها هو هو تاني مرة ما عم تفكرش يعمل منزار قايت لا القصة هنا مش اني انا كونه انه هو مش خبير جدا في جراحات المناظير لانه هو شاطر جدا في الحقم المجهري انا ما قلتش لا لكن هو ملوش كفاءة عالية زي في المناظير زي ما هو في الحقم المجهري وبالتالي هو متخيل ان دي نهاية الموضوع انه انا ادخل للحقم المجهري نجح نجح فشل فشل وانتهت القصة على كده برجع اقول تاني ليه لا واي نوت اني انا اي سيدي زوجين عندهم تأخر الحم اخدها زي ما بنعلم الاطباء برنامج تشخيصي برنامج اختباري ثم برنامج علاجي متدرج لان اخر حاجة عندي هو الحقم المجهري وبالتالي ما ينفعش اني انا ادخل برنامج حقم المجهري وبعد ما يفشل 3 ا4 مرات استنزاف مادي للأسرة استنزاف استنزاف نفسي ومعنوي لان بعض الناس بيفكروا اني انا هدخل برنامج الحقم المجهري هخرج شاي العيل وتنهار الحياة الاسرية بفشل اطفال الانبيب ومن هنا شفنا كتير قوي حياة اسرية زوجين وفي عمر الشباب مجرد ما اتأخروا الزن على الودان من الاهل حم لحم لحم بياخدوا قرار يلا نسكت الاسرة بعيل وخلاص يروح الحقم المجهري يفشل الحقم المجهري تبقى نهاية الحياة الزوجية بفشل الحقم المجهري والغريبة جدا جدا ان الزوجين دولك لما ينفصلوا ويتزوجوا النفسية تهدى شوية هو يجيب اطفال وهي تجيب اطفال مش قصة ان الزوج والزوجة لو جاوزوا ناس ثانية يخلفوا لا هي قصة فيها تدخل حامل نفسي رهيب وبالتالي بعض السيدات بتبقى وصلت للمرحلة ان هما تقول لي انا باجي في المعادة الدورة وبابدى ابص على نفسي جات ولا لسه يعني كتر الزن عليهم بيخليهم تحت ضغط نفسي غير طبيعي بعض الازواج يدخلوا حقم المجهري علشان يسكتوا الاهل يفشل الحقم المجهري ويتم استنزاف الناحية المادية اللي عندهم كلها ويقولوا خلاص احنا توكلنا على الله لا هنعمل حقم المجهري ولا هنعمل حاجة يدقوا بكترة 14 شهور تلاقي نفسها حامل تقول لك الله طب ايه اللي خلانا نستعجل نعمل الحقم المجهري وانا ما عندي السبب ما هانا حدث حمل طبيعي اهو ودي كل المشاهدين عارفين قصص بهذا الوضع ان كتير قوم السيدات تعمل حقم المجهري وتجيب اول عين وبعد جدا تحدث لها حملي اربع خمس مرات الوحدة بعد ما تولد نفس الكلام حقم المجهري وفشل وتصيب الدنيا بقى خلاص معهاش فلوس تجيب لدوة ولا اي حاجة يحدث لها الحملة اكتر مرأة تو ده السؤال بقى يا ترى اني انا النهاردة الحقم المجهري اللي فشل ده عمل حاجة جديدة في السيدة خليها تتقبل يحدث حمل جديد وارد انا معرفش لكن الابحاث العلمية بدأت تعمل تدقل في هذا الكلام لدرجة اني انا فاكر من حوالي اه عشرين سنة او خمس وعشرين سنة احد الاساسة من عظماء كبار مصر وكان استاذي كان بيقول لنا سؤال قال لنا دوروا عليه وانتو لسه شباب كده ليه بعض السيدات نديها بعض ادوية التنشيط الكلام ده كان زمان كنا لسه معلوماتنا بسيطة نديها بعض ادوية التنشيط ما يحدث حمل مع هذه الادوية خالص يقول لها طب ريحي تطربع شهور كده وتعليه تاني هنعيد التنشيط في خلال تطربع تشوط لها حامل الوحدة من غير اي دوة من غير اي حاجة خالص بدأنا العالم كله بدأ يناق يعني يبدأ يبحث عن سبب رجوع الخصوبة بطريقة عالية جدا بعد وقف الادوية طب ما هي قبل كده ما اخدتش ما حبلتش ليه شمعنا لما اخدت وبعد كده وقفت حضس حمل طب ما قبلها تطربع سنين ما اخدتش دوة خالص ما حصلش حمل ليه لكن لما اخدت لقيت ان الخصوبة عالية بدأت يحدث الحمل هنا بدأ البحث ابحاث العلمية ما هو التأثير المفيد على مدى طويل للأقراص مثلا اللي بتساعد على تنشيط المبيض لقوا دوروا بدأوا نظريات عالية جدا ونظرات حلوة جدا كلها في طي القبول لكن مش قادرين يستخدموها في المرضى لان ما فيش حاجة واضحة يقدر يتمسكو بيها العلماء ويقولوا هو ده السبب اكيد طالما فيه نظريات يبقى ما فيش سبب واحد نهائي لانها اتعددت النظريات لاني مش لقين سبب واحد هو ده اللي احنا بنقوله برضو يمكن سنة 2004 كنت اشرف على بعض الرسائل العلمية ونقيت موضوع حلو كده احد ابنائي وهو ما شاء الله لوقتي الدكتور من اطباء النسا المشهورين حلو قوي شاطر جدا الطبيب ده قلت له عايزين نعمل بحث علمي عن دور المنظر الجراحي اللي هو دخلت ما عملتش حاجة خالص دخلت بصيت وخرجت دخلت بصيت واختبرت القنابيب وعملت غسيل بسيط لبريتون وخرجت يعني اي واحد طبيب بادئ هيقدر يعملها ايه لسبب اني بيحدث ارتفاع نسبة الخصوبة عالية جدا بعد هزا المنظر اللي ما عملش حاجة هنتكلم فيه معنى التصال طيب هناخد اتصال حضراتكم وهنتكلم على البحث الظريف جدا اللي انا اشرفت عليه وانا نفسي استفدت منه جدا جدا ازاي الدور المنظر العوامل الخافية فيه اللي ممكن او بنقع عليه المساعد التالت في المنظر اللي بيساعدني على رجوع الخصوبة كاملة ناخد منال معنا سواء عليك يا دك اهلا وسهلا يا مدام منال اتفاضلي يا فن انا يا دكتور متجازة واجالي خمس سنين وامعايا باني اتفاضلي ويروح تدور على حمل بعد كده فالدكتور طلب مني تحليل ورمونات اتفاضلي عملت تحليل اتفاضلي تاني يوم تاني يوم والل اتش اه مش نذكارة بالظبط بس بلتالة عندي هرمون اف اتش عالي حضوصر وبسع من عاشر حاضر انا هقوللي حركة معلومة حلوة قوي ويريد برضو لو استاد الطبيب اللي بيعالج سيادتك يتابعني في الكلمة دي بالذات لاني دي برضو ايضا كان فيها بحث علمي واضح جدا عن ارتجال نسبة الف اتش والل اتش في السيدة الوحدة في دورات مختلفة ده بحث حلو جدا كان بحث الماني وكان اطباء كتير قوي عملوه وهنا هشرح لك القصة كلها حاضر اتفاضلي المهم قاللي مش نسا علاج ولازم نحق لمكارب حاضر سنك كم سنة مرام 23 سنة ودورتي منتظمة بجير كل شهر 23 سنة ووزنك دي تقريبا 60 60 60 60 كيلو هل الدكتور عملك مخزون المبيض الرقمي اللي هو الام اتش ايوة طلع كام من الشفاكرة حضرتك والله طب حاضر الولادة طبيعي ولا قيصار يا فن الولادة طبيعية طبيعي في اي سؤال دورتي منتظمة كل شهر حاضر 28 من دورة انا عايزك تقولك كلمتين دورة للطبيب المعالجة فن هو التحليل اللي هو قلي جرمون طبيعي يعني عالي انا هارد على حضرتك والله بطريقة هتقتنعي تماما من الكلام اللي هقوله لك حاضر اتفضلي يا فن اتفضلي لما جينا نعمل بعض الابحاث عن كلمة اسمها مخزون المبيض انا كنت من ضم الناس يعني استهوتني جدا كلمة مخزون المبيض في انشاؤه في الجنين الى ان ينتهي بعد سن اليأس وعدت ادور عن كل ما كتب عن هذا الموضوع عشان اقدر اعرف ازاي اتعمل بتقييم لمخزون المبيض الحالة اللي احنا سمعناها دلوقتي وهو ال-FSH الطالع 11 ال-FSH الاول لحضرتك ولكل السادة مشاهدين نعرف هو ايه عشان اعرف ايه اللي بيزوده وايه اللي بيقلله وايه بالزبط هو ايه ال-FSH هو لو قلنا بالطريقة البلدي اللي هو الافراد او العسكري او العساكر اللي بيبعتهم المخ للبحث عن المبيضات يبقى دي اشارة من الغدة النخامية للبحث عن البوايضات اذا كل ما مش لاقي بوايضات يزيد العدد اللي بيبحث عن البوايضات لو البوايضات ارقامها كويسة يقل للعدد اللي هو ال-FSH في البحث عن البوايضات يبقى القصة هي قصة ما بين علاقة الغدة النخامية والبوايضات الخارجة من المبيض اللي بتسمى انترال فوليكل اللي هي البوايضات المطلقة عند نزول الدورة هنا اذا هذه البوايضات قلت عددا يزداد ال-FSH يبحث عن البوايضات تاني اذا عندنا تقييم المخزون المبيض عن حكتين اتنين اما استغل الغدة النخامية افرزها اللي هو ال-FSH في البحث عن عدد خروج البوايضات او اني انا اقيس البوايضات عددا عن طريق تقييمة في ال-AMH دي قصة ودي قصة اللي ما يخص السيدة هو ان ارتجال ال-FSH في عمر المفروض انه هو طبيعي بتاعه يكون ما يزدش عن 6 او 7 لكن لما يبدأ يتزاعد عن 10 او 12 يبقى هنا ما قلناش ان المخزون وحش لكن قلنا ان احنا داخلين في نوع من ما يسمى ال-Puff او الانهيار مخزون المبيض اللي هو premature ovarian failure اللي انا عايز اقوله ان احد العلماء بحث في هؤلاء السيدات لقى ان ال-FSH عالي وبعد كده بدأ يتابع السيدات لهم كلهم نسبة عالية جدا بيحدث لهم الحملة بدأ ينقي بقى يمشي تاني يرجع تاني للسيدات اللي عندهم FSH دولة عالية بدأ يقيس نسبة ال-FSH بس شرط شروط حطها في برنامج تقييم ال-FSH واحد ان يكون من اليوم التاني او التالت للدورة تفقنا واحد اتنين يجب ان يقيم ال-FSH بالنسبة لل-LH وال-E2 ما ينفعش ان انا ايسو الواحد ما ينفعش لازم كافة الميزان تقيم للدنيا حلوة ان انا اعرف ال-LH واعرف ال-E2 لان ال-FSH له علاقة بال-F بال-LH يجب ان يكون اتنين الى واحد لكن يمكن ان انا اقول هذا التقييم خطأ بعد ما اشوف رقم ال-E2 اللي طالع اخباره ايه اذا ال-E2 ده له ارقام معينة يجب ان تحترم في اليوم التالت من الدورة يجب ان يكون اقل من خمسين لو لقينا ال-E2 عالي لا يبقى هنا تقييم ال-FSH غلط مش صح وبالتالي انها بدأ يحط الشروط في تقييم هذا الهرمون اللي هو بينبئنا بمخزون المبين ده لا حاجة تانية خالص لا ان السيدات دي لو تابعهم اكتر في بعض السيدات تابعهم مثلا ثلاث دورات في منهم ستة في منهم اتناشر مجرد يعملهم ال-FSH لا ان بعض السيدات عندها حاجة غريبة جدا ان عندها ارتجال في هذا ال-FSH اسمه fluctuated وهنا طلع هو عرف او اسم جديد علمي اسمه عمل المبيض المتغير fluctuated ovarian function بند غريب جدا لقيناه بعض هو الراجل بدأ يقوله ان هذا المبيض بيتغير في عمله وبدأ يطلع تفسيرات غريبة جدا جدا ان هو بيشتغل في مستقبلات المبيض دخل على مستقبلات المبيض اللي بيؤسر ما بيستجابش للمخ هنا قالك وده اللي بيعلي الاشارة بدليل المستقبلات تشتغل المخ يتعدل ويجيب ارقام حلوة ومن هنا لقى ان هو شرط اساسي ان يقول ان هذه السيدة دخلت في انهيار مخزون المبيض هو ان يقيس ال FSH مع ال LH مع ال E2 اكتر من دورة وربعة وابدأ اقول الصحي لو السيدة مشى مع قرار واحد هو ده لطبيعي بتاعها لو السيدة فيها فلاكتويت يبقى هي دي السيدة اللي هو كان بيتكلم عنها وهو ده البحث بتاعه ان هؤلاء السيدات بينظلموا لما بنقولهم ان عندك انهيار مخزون المبيض او بدأ ينهار لانها بتتحسن بعد كده بدلال بدليل انه يحدث لها طبويد ويحدث لها الحمل وهو بالارقام عالية جدا تمام معنا مين يا فن ام اسراء حاضر يا سيد علي ام اسراء اتفضلي يا فن اهلا وسهلا جينا كلها اتفضلي يا سيد اتفضلي اسراء بعد ما يعني بعد بجوز طب انا ثانية واحدة يا استاذ علي انت من اينا خليك معايا خليك معايا انا عارف انك انت من اينا ها فضلي يا ام اسراء بتقولي ايه تاني بقولك عندي بعد خلفت اسراء على طور يعني لي على حالية من 6 سنوات خلفت اه يعني دلوقتي خلفت اسراء وبدأ يحدث يحدث اخر الحمل بالك 6 سنوات اه ايه تاني يا فن خلفت ونشطات وشافة زي كده بعد كده في الاخر ربنا هداد جوزي وراح الدكتور وراح الدكتور قال له لازم تاخد علاجه يعني في الاخر لقاتي ان في مشكلة ظهرت للزوج وهي دي المشكلة عنده اللي بتاخر الحمل طب و بعد ما اخد العلاج اه بطر برضو بطر ما اخدهوش واستمرش في يعني احمل وراح نجي للعير في اول شهرة وبعد ما عرفت ان انا حامل يعني جوزي دلوقتي كان تحليل بتاعه سيء واخد العلاج والتحليل بتاعه تحسن ولا معاي ما اعادش التحليل التاني يا فندم لا لا ما اعادش تاني ما اعادش تاني وما كملش علاج وما كملش علاج طب ما فيش تحليل بتاعه يقول التحليل اخبره اخيرا لا ما عملش حاجة تاني وانا حملت ونزل العير الدكتورة جيت للمباي في العير وما كملش العلاج احنا لقتي مجرد حدوث الحمل ان الزوج تحسن لكن خدي بالك الكلام اللي انت تقوليه دوت يجب عن الدكتور الزكورة اللي بيعالج زوج يقرف كده ان الزوج ده لما ظروفه الصحية تتحسن وبياخد بعض الادوية المحسنة للتكوين الحيوائي المنوي بيتحسن ويبقى كويس وقفنا كل حاجة وصحته بقت مع العمل الشق والحرارة وبدأ يقل لتاني يبقى اذا التحليل بتحسن ويقل وبالتالي يحدث الحمل وبعد كده يحدث تأخر الحمل يجب على حضرتك انك انت تصاح بجوزك وتتوجهه الدكتور الزكورة ويبدأ يعمل تحليل ويشوف الدنيا وقفة وصلت لإيه شكرا يمكن النهاردة فجرنا بعض المواضيع الطبية اللي هي يعني احدث الابحاث لغاية سنة 2020 بدأ العالم بينقشها وهو استخدام افضل سبل اللي بيفيد المريض انه هو اما يا جراحي او غير جراحي والغير جراحي بقى دوائي وبدأ يستخدام الاشياء الاخرى اما اشعة تداخلية الموجات الفوق الصوتية كلها بدون تدخل جراحي لان يوجد مريضة تحتاج هذا البرنامج العلاجي بدون تدخل جراحي هي ما تستحملش تدخل الجراحي وبالتالي انشئ هذا البرنامج لها انشئ هذا البرنامج الافضل لها لكن لا يعمم لا يعمم على الناس كلها عشان احب يظهر اضرار اضراره لكن لما احسن استخدامه واحسن اني انا اقول يعني بعض الاحيان كان نقول لقب زريف جدا يعني تيلورد يتفصل على المريض المريضة دي محتاجة البرنامج ده عشان كده في العالم كله مفيش طبيب هو اللي ياخد القرار في لجنة اللجنة الطبية بتقول الحالة المرضية والحالة الصحية والحالة اللي وصلت لها دلوقتي ايه افضل برنامج لها يا اما طبي او جراحي او حاجة غير طبي وغير جراحي اللي قلنا عليها استخدام وصائط مختلفة زي الاشعاعات الدخولية وكل حاجات اللي احنا قلناها هدوقتي معنا اتصال مادام صالح فضال يا فد دكتور بقانك لو انا عاوز اتصال بقى شو انت انت انا عاوز اجيب بعيد تاني انت سامح حاجة يا استاذ زالي براح علي يا مادام صالح عشان خطري اسمع براح خطوة خطوة طلبات سيادتك ايه لو انا عاوز احمل الدكتور الحمل ده اشيلي اللولب اين ده يا فندم وقت ما انت محتاجة ان يحدث الحمل شيل الجهاز دوت او اللولب ويحدث الحمل ان شاء الله طبيعي ايه المشكلة ايه انا عاوز انا هو فيه معاني شي منه اللولب يعني ايه 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 ده ده مش فهم حاجة استاذ علي الصوت يا استاذ علي خليك معايا شبكة عشان اعفى جاوبك بالاجابة اللي تناسب حضرتك طب يعني عمتا اي واحدة بتستخدم وسيلة زي اللولب لو فكرت يحدث الحمل طبعا اول حاجة بتشيل اللولب السؤال هو التاني بقى عشان نجاوب على هذا الكلام هو بنقول الاجابة الحقيقية هي نسبة رجوع الخصوبة بعد وقف استخدام وسيلة تنظيم الاسري ده الكلام العلمي صح يعني انا اي وسيلة لتنظيم الاسرة ما هي فترة رجوع الخصوبة بعد وقف هذه الوسيلة تطلع اقراص تطلع حقن تطلع لولب تطلع كابسولات تطلع زي ما تطلع لكن هنا هو المفروض الطبيب بيقول لحضرتك ان رجوع الخصوبة بعد وقف هذه الوسيلة من تنظيم الاسرة دي الفترة دي هتكون تقريبا في الحدود الطبيعي ردي يكون شامل ليه عشان كل واحد يعني بيتفرج على الحلقة او كل الزوجين لهم سؤال اخر غيرها يعني ممكن الزوجة التانية اللي اعدت تشاف الحلقة دلوقتي بتستخدم مثلا اقراص منع الحمل وواحدة تانية بتستخدم اقراص منع الحمل بتاعت الرضاعة والتانية بتستخدم اقراص منع الحمل اللي هي زواجية الهرمونين الهرمون واحدة تانية بتستخدم واقع زكري واحدة تانية بتستخدم اللولب واحدة بتستخدم اللولب الهرموني اللي ببعض دور عبيب بسموها لولب اسلامي يعني اذا انا عندي انواع مختلفة كابسولة يعني اكتر بالنوع حقنها كله ثلاث شهور وهكذا لكن احنا بنتكلم عامة الوسيلة اللي بتستخدمها دكتور لما وقف استخدامها باللولا بيتشال الحقن اوقفها لقراص اخر قرص وهكذا امتى ارجع للخصوبة الكاملة بتاعتي اللي كنت قبل الاستخدام هو ده السؤال المفروض ارد عليه نرجع تاني مع بعض قلنا ان احنا بنتكلم على المنظار البطن الجراحي في تقييمه يعني النهاردة بتكلم على حالة ايضا قلنا لما عملنا لها الموجات الفوق الصوتية ثلاثية الابعاد وبدأت اقول طبعا لانها استكفت مديا بمحتلة محاولات عمل احقن مجهري وفشل فكان لازم علي ان انا يعني انا لغا الوقتي انا فين ما هو السبب في تأخر الحمل الزوج متزوج زوجة اخرى وينجب منها وعمل تحليله وكويس يبقى انا النهاردة ماسك عندي الزوجة لكن لقينا ان انا لما عملت الموجات الصوتية فوق الصوتية ثلاثية الابعاد يوجد رشح مائي داخل الانبوبة الشمال ويوجد التساقات في المبيض الايمن شادد المبيض خرجهم الحوض موجودة خارج الحوض عملنا اشعة اللي بالسبغة لقيت نفس التقييم هو ان يوجد رشح مائي في الانبوبة اليسرى مع انسداد النهائي بتاعها وهنا يعني الدنيا هنا ازاي انا هدخل برنامج حقني مجهاري وعندي رشح في الانبوبة ازاي كان اولى عندي ان انا اغلق هذي الانبوبة الصقص اللي تقدر اعمله يقدر اللي نفسك فيه اعمله بس تقدر ان تفصل اتصال الانبوبة المريضة عن التجويف الرحمي في الاخر هو ده يعني طبعا الفصل دائما لازم عن طريق البطن لان جربوا الفصل عن طريق الرحم من تحت لقوه فعلا لي اصار مدمرة لبطنط الرحم على مدى الطويل وانا اخد اتصال منال كلمتنا قبل كده ولا دي طب اتفضلي يا مدام منال اتفضلي معلش يا دكتر بعد اذنك هو دكتر لو التحليل كلها طلعت مضبوطة والعقبة الوحيدة في التحليل اللي هو الف اس اس يا فاندي اتفضلي يا بنتي مش العقبة الوحيدة ده 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 يعني ان معدل مخزون المبيض قد ايه وانطلاق البوايدات قد ايه فلازم يقيم صح او على كلام لي ان كل التحليل طلعت كويس اللي انا عملتها امامية مفيش حاجة غدة تانية خالص البرولاكتين هو الوحيد اللي خارج من الغدة الخلفية الباقي كله من الغدة الامامية ايه اللي انت بتعمليه مفيش حاجة تانية بتعمليها خالص وبالتالي الا الـ اللي خارج من المبيض هو ده بقى اللي بيقسلي الدنيا ماشية الساي صح ولا غلط عشان كده انصح سيادتك انك تعيدي هذي التحليل في معمل موسوخ ومعمل مركزي يعني نفس المعمل مش شقة مفروشة وياخدوا العينة ويبعثها للمعمل تاني ما ينفعش اعملي هذا التحليل اليوم التالت من الدورة في معمل مركزي اساسي وهو ده تحليل يتعمل ويضاف على المجموعة دي كلها الخمسة يضاف عليهم الام اتش اللي هو تقييم مجزول من بيض موضعية هو ده الصح اتفضل يا فن احنا وصلنا لان تقييم المنظار دخلنا في قصة دور جراحات المناظير بعد فشل حقن مجالي واطفال الانبي قال لا ده العنوان الكبير بقى وبالتالي هذا العنوان بدأ يستفز الاطباء يا دكتور بعد الحقن مجالي ما فشل ثلاث مرات هنعمل مناظير رحمية وبدأوا يقتنعوا بدأوا يقتنعوا بقصة ان دور المنظار كان مهم جدا قبل الحقن مجالي لما هو اقتنع انه هو لما فشل معا الحقن مجالي اول وثاني وثالث وعملنا له مناظير ثم عاد الحقن مجالي نسبة النجاح زادت قوي نجاح تكملت الحمل نجاح ان بعد ما زرع الحمل يكمل وسبت وبقى كويس من هنا بدأ بعض الاطباء العقلاء يرجعوا تاني يقول لا يبقى انا قبل انقسموا الى اتنين واحد قال انا قبل الحقن مجالي لازم اعمل المناظير واحد تاني قال طب اديها فرصة مرة لو فشلت اعيد اعمل اجرحات المناظير يعني هنخلي التاني دوت هنشده بعد كده ان هو يقيم السيدة جيدا قبل اجراء الحقن مجالي باجرحات المناظير هنا انا مش بقول ان هو ان الحقن ان اجرحات المناظير افضل بالحقن مجالي لا الاثنين مكتملين مع بعض الاثنين بيقدوا الى نتيجة حلوة للسيدة وبالتالي لكن النهاردة لما نيجي نقول سيدة سليمة تماما ويلعب عند الزوج يعني لا معلش خلاص الموجات الصوتية السلسلة تبعات كفيلة من غير جرحات المناظير لان في سبب واضح عند الزوج لكن عند الزوجة لو في نفس القصة الزوج في مشكلة بس قدرت اخد عينة سائل من او عن طريق العينة من الخصية او او بطريقة ثم بعد كده عملت اجنة وزرعت الاجنة وما كملتش ارجع تاني اعمل جرحة المناظير ملهاش ملهاش خلاص دقيقة انا مجبر عليها اعمل منظر رحمي واعمل منظر بطلي لو احتاجت انا اخد المدام ناهد مدام ناهد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا فن يا دكتور يا اهلا وسهلا بك يا فن تفضلي ما عليش يا دكتور سني خمسة وعشرين سنة ومتجاوزة ليها حوالي ليها ست سنين تفضلي وكشفت وراح اقلولي عنديك تكييسات وبعد كده اقلولي عنديك مخزون الموبيب ضعيف لا استاني بقى قولينه يا دكتور يعني انت بتقولي كلمة عكس التانية تكييسات يعني مخزون عمران مخزون ضعيف ما ينفعش في التكييسات ازاي ازاي بسي يعني انا النهاردة لو جيت اتقيم الام اتش مخزون المبيض عند الست اللي عندها تكييسات اللي ايه ارقام خمسة ستة سبعة لكن الست اللي عندها مخزون مبيض ضعيف وإيه اسنال ام اتش ابو سلاقي بدأ يظهر اصفار يعني زيرو بوينت كزا بدأ يظهر اصفار ظهور الاصفار في الام اتش لكن السيدة اللي عندها تكييسات ده عندها ارقام عالية معناها المخزون عالي بدليل ان بعض الاحيان لما نيجي ننشط هذه السيدة بطرق يعني مش صحيحة يحدث لها ما يسمى فرط التنشيط فرط التنشيط يعني المبيض يروح ميطلع لي الاف البويضات تكيالي الاف البويضات يخلي المبيض ده قدي كده فبيخلي المبيضين كل واحد قدي كده لدرجة انه يعمل استسأة في الحوض في بطن السيدة ويبدأ يعمل بعض المشاكل الكثيرة منها عشان كده حتى احنا في الحالات اللي دي في الحقن المجالي بنوقف ترجيع الاجنة في هذه الفترة لم يحصل فرط التنشيط في السيدة اللي عندها تكييس مبيض يبقى انا اسف المعلومتين العكس بعض يا دكتور وما اخد جلوكوفاش طب يعني هو الطبيب بيقولك هيا ديك كلوكوفاش عشان العدد قليل المخزون ضعيف ولا كلوكوفاش عشان فيه تكييس مبيض طب وزنك اديه ستين حوالي خمسة وستين خمسة وستين طب دلوقتي الطبيب بدأ يتعامل مع السيادتك ببعض أدوية التنشيط وبدأ يجيب استجابة كويسة المبيض بيخرج بوايضات كويس حوالي تاج تساح باشر ملي أو سبحت باشر ملي أو عشرين ملي كل ما اخد تنشير تمام والزوج تحليل الزوج كويس اه تحليل كويس والأشعة اللي بالسبغة طلعة سليمة كويسة بصراحة دكتور ما عملتش اشعة محدش جلي اعمل اشعة ولا دلوقتي احنا بنقيم البرنامج اللي بنختاره لتأخر الحمل بناء على حاجتين اتنين وعمر السيدة وفترة وفترة الزواج وتأخر الحمل اذا كانت فترة الزواج مر بهذا المنظر اكتر يعني ستسي مش قليلة وبالتالي لازم ناخد قرار بكل الفحوصات كاملة بالكامل منها الاشعة اللي بيستبغل اذا ان الزواج بدأ على عمره متأخر او زوجة فترة زواجها مدة كبيرة وعمرها دلوقتي متأخر لازم اعمل كل الفحوصات مرة واحدة وبالتالي يجب عليك تعملي الاشعة اللي بالسبب اتفضل يا فن نرجع تاني نقول اني انا قصة اني احنا لازم نكون مكملين لبعض يعني النهاردة اني طبيب الجراح المناظير يكون مكمل للطبيب اللي هو بيتعامل بالحقن المجاري وهو ده في الآخر قلنا بمين المستفيد الحالة المريضة بنقلل نسبة الفشل ونزيد في نسبة النجاح دائما احسان الاختيار للسيدات في برامج تآخر الحمل وشرحت القصة دي في احد الحلقات السابقة او اللي قبلها وقلنا لو احنا بطريقة يعني بسيطة جدا الكل اللي بيشاهدوني يقدروا يفهموها وهو لو جبنا عشر سيدات بيعانوا من تآخر الحمل تم عمل اجراء منظار جراحي كلهم العشر سيدات تم تشخيص بعض الحلات معينة فيهم تآخر الحمل بأسباب موضوعية وتم التعامل معها جراحيا في وقتها العشر سيدات دولة تم التعامل معهم بعد كده بالتنشيط التنشيط بعد عمل منظار البطن واللي فيها هجرة تشالت واللي فيها مش عافل سقاطت عملت واللي فيها نسبة ارتجال عمل المبيض مع الأنبوبة عملت كل حاجة عملت لقينا أن العشرة دولة بدأ يحدث منهم بسرعة جدا على الأقل خمس حالات يحدث الحمل في راش طبيعي بدأنا يبقى العشرة خليتهم خمسة الخمسة دولة بدأنا أني أنا أتعامل معهم بالحاجات المساعدة من تلقيح رحمي أو أدخلهم برنامج الحقن المجهري بدأوا الخمسة دولة أنه هما يحدث لهم الحمل من الخمسة يحدث لهم من ثلاثة الأربعة فضلة واحدة أو أتنين ما عندهاش خلاص ما حبلتش يبقى أنا أول حاجة العشرة نجحت في تمانية تمانين في المية نجحت منهم أنجبوا وعندهم أطفال هو ده الفكر الحسابي اللي لازم نفهمه كله وفي الآخر فيه أتنين هما دول بقى أمر ربنا أنه هما عقيم خلاص بكل السبل وكل الطرق اتعامل لهم كل حاجة وما حدث لهم الحمل اللي أنا عايز أوصله ما ينفعش أن يبدأ بالعشرة أعملوه حق مجاري وبعد كده أبدأ لغبط وأرجع تاني أعمل منظير لا أنا النهاردة حميت العشرة خدت منهم خمسة حدث لهم حمل فراش بدون فلوس بدون حاجة مدى حياتهم كل ما يعوزه حملي يحدث الحمل باب مفتوح وبالتالي أنا أسمت العشرة خمسة حميتهم من أي برامج أخرى الخمسة التانيين بدأنا نستهلكهم ماديا ونفسيا إلى أن يحدث لهم الحمل ثلاثة أو أربعة من الخمسة يبقى لما وصل نتيجة ثمانين في المية في الحلقات يحدث لهم الحمل يبقى أنا خدت برنامج صح مية المية والبرنامج العالمي العالم كله ماشي فيه وبدأ يعني مش هيغيره لكن ما ينفعش أني أنا أبدأ من الآخر وأرجع تاني من الأول سيد المخري العظيم ببلغني أن الوقتنا قرب على الانتهاء وزي ما أنتم شايفين طبعا أنا أي معلومة طبية بقول آخر الأبحاث اللي موجودة عنها لأنه هو ده الصح إحنا كأسادسة في الجامعة لازم نحاول نوصل ونلم بأي بحث علمي ندور عليه عشان نحاول نقرأه وننبصد جدا لكن ما يشفيش يعني صدرنا إلى الأبحاث الصحيحة الصح عشان كده بنلحق أو البحث نقرأه بنبدأ نقارن بالأبحاث الأخرى واللي ما على بعضها عشان ما ناخدش بحث واحد ونمشي عليه يمكن حلقات صحة حواء هي حلقات تفتح الزهن شوية للسادة المشاهدين وسادة الأطباء عن الطب هنا والطب في العالم كله وإيه هو الصح وهو ده لا صح إلا صحية حلقات صحة حواء حلقات طبية مقدمة من الأستاذ الدكتور أيمن حمودة أستاذ أمراض النساء والتوليب بكل الطب ونائب رئيس جمعية جراحي المناظر المصرية إن شاء الله كل حلقاتنا بترفع على اليوتيوب على موقع قناة الـ HBC يمكنكم متابعة الحلقات بالكامل على اليوتيوب ويمكنكم بتكتبوا فقط على اليوتيوب حلقات صحة حواء قناة الصحة والجمال أستاذ دكتور أيمن حمود حلقاتنا بتعاد إذاعتها في النفس اليوم النهاردة بعد منتصف الليل هنرقاكم يوم الأحد بعد أسبوعين إن شاء الله إلى أن ناخد القرار به هتبقى أسبوعيا بإذن الرحمن بس إلى نعدي الحالة الصحية شوية وهنرقاكم على خير بعد أسبوعين إن شاء الله استكمالا لحلقات صحة حواء في موضوع جديد يخص كل سيدة أو كل زوجين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر